اهلا بكم من جديد موضوعنا الثاني في مدار الغد الليلة عن تمدد داعش في افريقيا وتنامي تهديد تنظيم الارهابي في دول جنوب وغرب القرى خاصة منذ بداية العام الجاري فكثير من التنظيمات والجماعات المسلحة المباعة لداعش كثفت من هجماتها ومواجهاتها المباشرة مع قوات الأمن في دول الغرب والجنوب الافريقي وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول عوامل وأسباب تنامي هذا التهديد في القارة ومخاطره واحتمالاته المستقبلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفتح النقاش في هذا الموضوع مع ضيفين من القاهرة عمر فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ومن تونس سيد فصل الشريفة الأكاديمي والخبير الأمني وأبدأ من القاهرة مع سيد عمر سيد عمر بداية دعنا نوضح ما هو الفرق الأيديولوجي بين القاعدة وداعش في ضوء بأن التنظيمين نحملان نفس الفكر التكفيري المتطرف هو بداية يعني تنظيم داعش يتفوق على تنظيم القاعدة فيما يسمى بقضية التكفير المسلح يعني هو بيتوسع في قضية التكفير وبيتوسع في استخدام العنف تجاه المجتمعات العربية والغربية فيما يسمى أيضا بمسألة المواجهة العدو القريب بينما تنظيم القاعدة لديه بعض التحفظات فيما يسمى بقضية العذر بالجهل واختصار مسألة التكفير وتوظيف العنف تجاه القيادات السياسية المسيطرة على الأنظمة أو على الحكومات العربية والغربية فيما يسمى بمواجهة العدو البعيد أيضا اللي هي بيستخدمها في الإضرار بالمصالح الغربية تحديدا سواء كانت هذه المصالح في العمق العربي أو في العمق الغربي نعم أنتقل إلى سيد فيصل سيد فيصل على الرغم من أن أفريقيا أو غرب أفريقيا تعتبر حاضنة تقليدية للقاعدة إلا أننا لاحظنا مع بداية عام 2020 هجمات كثيرة على مواقع عسكرية في مالي والنيجر وتم فتح جبهات متعددة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا ماذا تفسر هذا التنامي لداعش؟ مساء الخير ذكي وردك الكريم فعلا هناك تنامي لتحرك داعش في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل بصورة عامة وأبرز مثال على ذلك هي مالي ونيجيريا هذا التوجه الجديد يعود أساسا إلى ضعف أو خروج داعش من موقعها الأصلي في العراق بعد إقامة ما يسمونه الإمارة في الموصل في حزيران 2014 بعد انتهاء الحرب في سوريا أصبح لداعش تريد أن تضع موطأ قدم خارج هذا الإطار الجغرافي حيث هذا الفشل أدى بها إلى البحث عن فضاء جغرافي مترامي الأطراف ونحن نعرف جيدا أن منطقة الساحل وإفريقيا بصورة عامة وشمال إفريقيا هي منطقة ممتدة جدا وفيها العديد من الصراعات أولها ليبيا ولهذا وجاءت قدم في الصراع الليبي الداخلي ونعرف جيدا دور تركيا في ذلك بإرسال العديد من المقاتلين السوريين والأجانب إلى ليبيا لتعافض الميليشيات حكومة الوفاق الوقتاني في ليبيا في ترابلس وفي مدن غرب ليبيا فبالتالي بدأ هذا الفكر يتدفق أكثر مع وجود عمليات كبرى قامت بها داعش في أوروبا تزامنا في نفس الوقت يعني في بلجيكا في فرنسا نتذكر مثل هذه العمليات فأرادت أن تضع موت قدم لها في هذا الفضاء المترامي والكبير جدا والذي يصعب تقفي أثارهم عكس مثلا ما كان في المشرق العربي بين سوريا والعراق فهذا هو المشروع الجديد لداعش للتموقع في هذا الفضاء ولكن هناك القاعدة التي هي تاريخيا هذا هو الفضاء التي تتواجد فيه وتتحرك فيه بكل سهولة ابتداء من حرب العشرية الجزائرية بين سنة 1990 و2000 فبالتالي هناك سراع بين الطيارين السلافيين المتشلدين وكما قال الزميل من القايرة الأخ عمرو أن هناك فرق إديولوجي كبير وداعش اليوم تقوم بعمليات رهبية ولكن تبحث في نفس الوقت على ضرب مخيلة الشباب واستقطاب يعني شباب جدود لداعش وربما هي نجحت سيد الفيسر يعني هي نجحت أعداد المنشقين من القاعدة سيد عمر الذين بايعوا داعش أعداد كبيرة بماذا تفسر ذلك؟ هل يعود هذا لأسباب ربما أيدولوجية وسياسية؟ أم يعود إلى القدرات الدعائية لداعش؟ هو طبعا بالتأكيد تفوق تنظيم داعش في أنه يقدم نفسه على أنه النموذج الأمثل للتنظيم المتطرف جذب العديد من قيادات تنظيم القاعدة وبعض الملشيات المسلحة المتمركزة في العمق الإفريقي تحديدا خاصة في ظل انهيار تنظيم القاعدة على مدار السنوات الماضية وتحديدا عقب اغتيال أسامة بن لادن أصبح التنظيم متراهل داخليا وأصبحت الفروع بتمثل قوة في مقابل الضعف القيادة المصردبة لكن دعيني أقول لحضرتك أن تنظيم داعش الآن لربما ينطلق من سياسة قريبة من سياسة تنظيم القاعدة خاصة منذ اغتيال أبو بكر البغدادي الآن تمثل القيادة المسيطرة والمهيمين على المشهد الداعش هي ضعيفة في مقابل الفروع الأكثر تأثيرا وقوة في المتمثلة خاصة في العمق الإفريقي يعني الآن تنظيم داعش ولكن في نفس الوقت سيد عمر ما يسمى بالدولة داعش الأم يعني إذا صح التعبير لجأت إلى الإعلان عن دمج فروع داعش في إفريقيا بالتحديد داعش غرب إفريقيا مع داعش الصحراء لجأت إلى دمج هذه الفروع المتقاربة جغرافيا ما رأيك سيد فيصل هل على أرض الواقع بالفعل يمكن دمج هذه الفروع كلها تحت كيان موحد أم أنها تأتي أيضا دمن السياسة الدعائية لداعش للتعبير عن ربما القوة والتمكن على الأرض الحرب أولا هي حرب نفسية وهذا ما تقوم به داعش وأؤكد مرة أخرى أن العديد ومئات العمليات حتى وإن لم تأمر بها داعش تتبناها داعش يعني بصورة آلية وهذا مما يضخم في صورة داعش بالنسبة للذين يريدون ربما الانتماء وخصوصا في صفوف القاعدة كما قال أنها ضربت في الصميم يعني بغياب القيادات التاريخية لهذا التنظيم وكذلك لا ننسى الحرب الضروسة التي شنتها الدول أساسا الجزائر كما قامت بها تونس والمغرب فبالتالي هناك حصار لهذه الحركة داخل هذه الدولة الكبرى التي كانت تتحرك فيها بسهولة وحتى مواردها المالية قد ضربت في الصميم يعني أساسا القاعدة كانت تتغذى من تهريب السجائر والكحول واختطاف يعني الأجانب بما يجعل لديها موارد مالية كبيرة وداعش اليوم تموقع في هذا الفضاء نظرا كما قلت لرحابته وكبره ولكن أيضا لأن داعش يقدم مشروع جديد بالنسبة للقاعدة القاعدة كانت تقدم دائما مشروع هو استهداف القوى الأجنبية ولكن لم تبني دولة وهذا الحلم الذي تصوره داعش أنها ستقيم إمارة ستقيم خلافة ستقيم دولة ولا تنتظر سقوط دولة كما هي القاعدة أو نظام سيد محل لتحل محلها بل الإمارة ستقوم والخلافة ستقوم وبالتالي هي تبث هذا الفكر داخل هذا الشباب وداخل حتى الطيارات داخل القاعدة سيد عمر في هذه النقطة التي يتحدث عنها سيد فيصل ما مدى سهولة أن يتمركز داعش في إفريقيا في ضوء أن القاعدة استطاعت على مدار عقود التجذر في مجتمعات غرب أفريقيا يعني خاصة إذا تحدثنا عن مالي والنيجر هو طبعا بعد سقوط دولة داعش في سوريا والعراق اتجه إلى ما يسمى بيئة المعاقل الآمينة وكانت أفريقيا بتمثل بالنسبة له يعني البيئة الحاضنة الأمثل لكونها فيها الطبيعة الجغرافية وجود الصراع القبلي انتشار بعض الحركات المسلحة التي هي موجودة متمركزة من البداية وكانت في بداية الأمر تتبع تنظيم القاعدة لكنها مفصلت عن تنظيم القاعدة واتجهت إلى مبايعة تنظيم داعش يعني تنظيم داعش الآن بيتمدد في العمق الإفريقي من خلال يعني ولاية غرب أفريقيا ولاية وسط أفريقيا هل هو قادر على ذلك؟ هل هو قادر على الوقوف في وجه القاعدة المتغلغلة في عمق هذه المجتمعات؟ أظنه أن حتى هذه اللحظة حقق نجاحات كبيرة جدا وتفوق على تنظيم القاعدة في استمالة البيئة الجغرافية أو العفوان البيئة الإفريقية تجاه مشروعه خاصة أن داعش انتقل في مؤخرا من سياسة الدولة إلى سياسة التنظيم القائمة على الخلايا العنقودية فهو استثمر الفروع المنتشرة والحركات المنتشرة في إفريقيا عن طريق التمويل أيضا خاصة أنه تشابك أو وثق علاقاته ببعض العصابات الإجرامية اللي هي العاملة في الإتجار بالبشر والعملة في الإتجار في المخدرات والسلاح بهدف تعزيز قوته وأيضا أنه بدأ يوجه العديد من الضربات في العمق الأفريقي لصنعة ما يسمى بالبروبجندا الإعلامية يعني وعون وأنت تتحدث عنه وأيضا للرأي العام بأنه ما زال قويا وأنت تتحدث سيد عمر عن عصابات الإجار بالبشر وعصابات السلاح يعني نتطرق إلى فكرة الفقر سيد فيصل إلى أي حد هشاشة هذه المجتمعات وهشاشة البنية التحتية والجهل والفقر والمرض كان له دور كبير في انتشار هذه التنظيمات الإرهابية وبالتالي سؤالي هو ما هو دور المجتمع الدولي الذي بات اليوم يضع على رأس أولوياته محاربة الإرهاب يعني الاقتصاد ألا يعتبر عامل مهم ووسيلة هامة لمكافحة الإرهاب في هذه المناطق أعلن يعني الإشكال الرئيسي لهذه التنظيمات وخصوصا للشباب الذي ينتمي أو يريد الانتماء هي البحث عن فرض شخصيته يعني هو لا وجود له في هذا المجتمع لا عمل له لا موقع له لا شخصية معترفة بها فبالتالي داخل هذا التنظيم سيصبح قائد وكما رأيتم يعني في الحروب السابقة وتموقع داعش يعني العديد من من هم حتى من جنسيات أجنبية عندما يذهبون إلى تلك المنطقة سواء في العراق أو في سوريا فهذا الانتماء إلى فضاء جديد هذا ما يتم الاحتراف به كقائد كتيبة كقائد حرب موجود على الميدان بإمكانه يعني أن يتمتع بكل ما هو موجود على الأرض دون أن يكون هناك سلطة سياسية عليه هذا حدا بالكثير منهم إلى هذا الشباب إلى انتماء هذا التنظيم ولكن ألا ترى بأن الفقر وانتشار الجوع أيضا له دور؟ الفقر وانتشار الجوع أليس له دور؟ فعلا يعني هم يستقطبون فعلا هم يستقطبون هذا الشباب الأضاء الذي ليس له مستقبل ليس له تكوين ليس له أموال ليس له عمل فبالتالي يسهل استقطابهم في هذه المناطق وهذه المناطق يعني في عدد سكانها كبيرة جدا لو رأينا نيجيرا هي أكبر دولة في إفريقيا ثم نذهب إلى مالي ونرى مستوية الفقر والنيجر من أفقر الدول في العالم وهنا المقاربة اليوم هل هي المقاربة أمنية لضرب هذه التنظيمات الإرهابية التي تنخر هذه المجتمعات وهذه المنطقة الكبيرة جدا يعني محيزها الجغرافي أم هي مقاربة تنموية والذهاب إلى أسس الإرهاب يعني العمل على العقلية الفكرية والثقافية التي ينتمي إليها هذا الشباب اليوم مقاربة شاملة سيد فيصل أمنية ثقافية عسكرية وما إلى ذلك أنتقل مرة أخرى إلى القاهرة وأستاذ عمر بعض الحكومات في هذه المناطق سيد عمر لجأت إلى التفاوض مع القاعدة مثل ما حدث مع مالي فكرة التفاوض هذه أليس من شأنها أن تزيد الفجوة بين داعش والقاعدة؟ عفوا لا أسمع حضرتك أعيد عليك سؤالي بعض الحكومات الإفريقية تبعت استراتيجيات لا سيما إذا تحدثنا عن مالي قالت بأنها لا تمانع التفاوض مع القاعدة هل سيكون فكرة التفاوض من شأنها أن تزيد الفجوة بين التنظيمين يعني عندما تتفاوض الحكومة مع القاعدة بات التركيز واضح ومحدد اتجاه داعش وبالتالي هذا ألا يمكن لا أعرف إذا كنت تسمعني سيد عمر يبدو أنك لا تسمعني ربما عدنا إليك في وقت لاحق أعتذر منك أعود إليك سيد فيصل أكرر عليك سؤال إذا كنت سمعته سؤال الذي ترحته لسيد عمر فكرة التفاوض مع القاعدة هل تضعف داعش؟ فعلا هي عملية ما يسمى سياسيا بفرق تسد يعني أنت لديك عدوين فبالتالي تأخذ العدو ربما الأضعف لتتفاوض معه لتستقوي به ربما لمحاربة العدو الثاني وهذا هو الواقع يعني هناك اليوم والكثير لا يعلم بذلك حرب ضروس بين القاعدة وما يسمى بالدولة الإسلامية في هذه المناطق للاستحواض على ذلك الفضاء وكذلك على الموارد لا نتخيل أن هؤلاء لديهم موارد مالية تأتي من السماء بل هي تكون على الأرض بعملية الاختطار كما قلت هناك عملية التجارة وكذلك الاستقواء بالقبائل المتواجدة هناك التي تنتمي إلى هذه التنظيمات فاليوم هناك توجه إلى عوض القيام بعملية أمنية مكلفة جدا وكذلك حتى الحرب بالوكالة عندما تعول على القوات العسكرية لمالي أو للنيجر هي دول ضعيفة جدا حتى على مستوى العسكري يعني النيجر لديها 8000 جندي هو جيش ضعيف جدا ولا يمكن أن يواجه في هذا الفضاء الكبير جدا ولكن في نفس الوقت لديها انتماءات قبلية هناك ترح آخر أو رؤية أخرى سيد فيصل هناك ترح آخر يرى بأن التنظيمين أولوياتهما واحدة هي محاربة الحكومات مواجهة قوات الأمن وأيضا القوات الفرنسية المتواجدة هناك فربما هذا يدفعهم إلى التعاون أو التوحد بشكل أو بآخر هل هذا السيناريو مطروح؟ هو أؤكد أنه للآن إلى حد هذه اللحظة غير مطروح بالنسبة لداعش على الأقل لأن تقول أنا قوية الآن على الميدان وأستقطب الكثير فلا مجال لي لتعاون مع القاعدة لأن هناك اختلاف جوهري بين التنظيمين التنظيم القاعدة كما نعرف هو تنظيم يعني يستعمل السلاح يذهب أكثر إلى العمليات لمحاربة يعني الوجود العسكري لا يقوم بعملياته في الخارج كما نرى في كل الأوقات ويستعمل يعني الأشخاص أو الأفراد غير المعروفين تنظيميا فطريقة العمل والأهداف كذلك المنشودة من كلا التنظيمين يختلفان اختلاف جذري في حين أن مشروع الدولة الإسلامية أو ما يسمى بالخلافة هو مختلف تماما عن مشروع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ولكن اليوم عندما تستعمل الدول مسألة التفاوض مع القاعدة هي تريد بذلك إضعاف وأرباك ما يسمى بدولة الخلافة أو مشروع الخلافة في هذه المناطق الذي يستقطب أكثر من الشباب سيد عمر لماذا هذا التنظيم لم يجد له بأحاضنة في شرق القارة يعني حركة الشباب الصومالية لم تبايع هذا التنظيم في 2015 هو بداية أن في فصيل من حركة الشباب الصومالية انتمت لتنظيم داعش وأعلنت بايعيتها لأبو بكر البغدادي لكن هذه الحركة تميل بشدة لكنها تميل بشدة أو محتفظة بالآلب القاعدي يعني هي تميل أكثر إلى ما يسمى بأطرحات أسامة بن لادن تميل إلى أفكار واستراتيجية الظاهر لديها علاقات وثيقة خاصة أن صيف العدل اللي هو الرجل العسكري أو المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة ويقال أنه المرشح بقوة لخلافة أيمن الظاهري لديها علاقات وثيقة مع حركة الشباب الصومالية وهناك تواصل قوي خاصة أيضا أن هناك أرى أن بعض الدوافع السياسية أو بعض الدول الرعية للإرهاب لديها علاقات وثيقة في العمق الصومالي وهي قطر تحديدا اللي هو الرعي الرسمي لتنظيم القاعدة فهناك ما زالت هناك حالة من العلاقات الوثيقة ما بين قطر وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية فهناك تحالف قوي جدا في هذه المنطقة بيدعم تربوهات وقتراتيجية النظام السياسي القطري من نشر هذا التنظيم في الصومال هي الفكرة كلها أن توسيع النفوذ القطري في تلك المنطقة والجميع يعلم أن هناك بعض العناصر الموجودة في تلك المنطقة ومحسوبة على تنظيم القاعدة لديها علاقات وثيقة بالنظام السياسي القطري وهناك مصالح مشتركة ما بين التنظيمين أيضا هناك مصالح خاصة بما يسمى جمع اليورانيوم وتصديره إلى إيران عن طريق بعض الشركات القطرية التي هي مستحوذة على هذه المنطقة يعني عشان كده هنجد أن تمركز تنظيم القاعدة في تلك المنطقة له دوافع سياسية في المقام الأول ومذالت الهيمنة السياسية مسيطرة على علاقة تنظيم القاعدة بحركة الشباب الصومالية لكن التنظيم القاعدة بشكل عام خلال المرحلة الأخيرة عفوا تنظيم داعش خلال المرحلة الأخيرة بدأ يتوسع في العمق الأفريقي وبيسعى إلى أنه يسحب البصاط من تنظيم القاعدة لكنه بيضع استراتيجية مختلفة تماما وهي استراتيجية أطفال أفريقي يعني داعش عينه الآن على الجيل الجديد من المجتمعات الأفريقية من قبل الأطفال يعني هو مسيطر ومهيمن على بعض المؤسسات العاملة شكرا جزيلا لك انتهى وقت حلقة مدارة الغد من القاهرة عمر فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية الشكر موصول أيضا للسيد فيصل أشريف الأكاديمي والخبير الأمني شكرا لكم ضيفي الكريمين شكرا لكم